بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هناخد مثال آخر على الشيري سترينس أوف صويل و هنشوف إزاي هنحلو بالطريقة المعتادة بيقول لي إيه؟ Normal consolidated clay was found to have shear strength parameter C-75 و F-18 The soil was tested under different conditions يعني هو جايب لي الخواص بتاعة التربة ديت وبعدين و بيقول لي إن إحنا عملنا التربة ديت حطناها عملنا لها كذا اختبار بس عندي إيه؟ Different conditions يعني حالات مختلفة ولكن في كل الحالات السيل بريشر بتاعه سابت اللي هو بكام؟ 100 كيلو نيوتن على الميتر سكوير بيقول لي assuming إن السويل بيهيف ايدلا ديترماين عايز إيه بقى؟ ركز معي أول حاجة بيقول لي The deviator stresses of a failure Under edge of the following set of conditions هو عايز السيجما deviator ياه الموضوع بقى صعب وكده ليه بس بيقول لي في حالتين أول حالة إن هي تبقى consolidated واندرين وكلمة اندرين يبقى الـ poor water pressure تطلحولي بكام؟ بخمسين عشان هي اندرين مع اندرين يعني أنا مالي قافل المحبس فبقى فيه poor water pressure بخمسين ولو مرة تانية بدرين والـ pack pressure بتاعتي بكام؟ بصفر ده المطلوب الأول المطلوب التاني عايز الـ poor water pressure إيه ده عايز يو لما في in the immediate undrained test if the deviator stresses كان deviator sigma deviator بكام بـ 200 بيقول لي if the same soil subjected to unconfined يا له يعني تعمل لك unconfined كمان what is the shear strength of the A soil تعال بقى نشوف واحدة حده كده عشان نحل المسألة دي أولا هو بيقول لي إيه مديني الطربة لها C dash والفي dash خلاص يبقى حط هنا C dash اللي هي كام؟ 75 والفي dash بيقول لي إيه بقى في المسألة لو تفتكر بيقول لي أولا ادي C dash والفي dash السيل بريشر بكام؟ بمية السيل بريشر بكام؟ بمية طب وبعدين عايز يجيب بقى السجمة دي نجيبها إزاي؟ طيب نخليها دي في الجزء الجاي بس مبدئيا لازم تتعلم ترسم صح عايز بس أقول ملحوظة في المسألة بتاعة الشير strength الناس كتير بتغلط فيها لما تيجي ترسم الشير strength ده وتوها تشتغل من الرسم لازم يكون السكيل الأفكي بتاعك هو هو السكيل الرأسي يعني هنا خمسين مية كده يبنى حد تانية خمسين مية ما تقوليش لأ ده هنا هتبقى خمسين مية وهنا هتبقى مية متين لأ لازم السكيل ده يكون نفس السكيل الأفكي طيب بعد ما نجيب السيداش والفايداش هنعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه فيه الجزء القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر